اهلا بكم من جديد اصدر الاستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية بيانا بمناسبة الذكرة التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي الباسل وكذلك تداعيات الاحداث التي يعيشها العراق في الوقت الحاضر وضرورة حماية سيادة العراق واستقلاله من كل اشكال التدخلات الخارجية وفيما يأتي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم تمر الذكرة التاسعة والتسعون لتأسيس الجيش العراقي العظيم هذا الجيش الذي سطر اروع الملاحم البطولية دفاعا عن العراق ضد الطامعين وكانت بطولاته مدرسة للعسكرية الفدة وشجاعة الفائقة والاستعداد المطلق للتضحية دفاعا عن الشرف والكرامة وحفظ هيبة العراق وسيادته والعراقيون اذ يستذكرون بطولات هذا الجيش العظيم وسفره الخالد وتضحيته التي عبرت عن عمق اصالته وارتباطه بتربة الوطن التي رواها بدماء ابطاله في كل منازلات الشرف اخرها القضاء على فلول الارهاب الداعشية التي ارادت تدمير العراق غير ان ارادة الابطال من ابناء قواتنا المسلحة والقوات الامنية المساندة لها ابت الا ان تفشل مؤامرات الاعداء وتدمر مخططاتهم الاجرامية يا ابناء شعبنا العظيم ان العراق يمر اليوم بظروف بالغة الدقة ولقد نبهنا مرارا على ان لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية على حساب دماء ابنائه وثرواته وارض العراق ولا يجب ان ينجر العراق الى ردود افعال غير محسوبة النتائج والتي يمكن ان تلحق بالعراق ضررا فادحا في سيادته واقتصاده وامنه ان القوى التي وقعت الاتفاقية الامنية مع امريكا هي نفسها التي تحكم العراق الان وغالبية هذه القوى لا يهمها مصلحة العراق وانعكاسات القرارات المستعجلة على الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية ولا يجب ان تكون سياستنا مبنية على اساس ردود الافعال غير المحسوبة والتي لا تراعي مصالح الوطن والشعب وارادة ابنائه المنتفضين في سوح الشرف دفاعا عن سيادة واستقلال العراق وقدموا المئات من الشهداء من اجل هذا الهدف النبيل ان السيادة بحاجة الى قرار سياسي مستقل واقتصاد قادر على صيانة وحماية القرار السياسي وليس اقتصادا مكبلا بالديون والعجزة وبالوقت نفسه فان العراق بحاجة الى جيش قوي وطني ومهني وحكومة وطنية تحافظ على كرامة المواطن وتعزز هيبة الوطن وهذا لا يتحقق في ظل وجود الميليشيات المسلحة المرتبطة بايران والتي هي خارج سيطرة الدولة وعطائها رئيس الوزراء المستقيل نسبة خمسة بالمئة وهي في حقيقة الامر اكثر من ذلك بكثير ان كل ما يحصل في العراق من تراجع وانتهاك لسيادته ومخاطر تهدد مستقبل الاجيال سببه التدخلات السافرة من ايران وامريكا وغيرها من الدول ومحاولاتها بفرض ايراداتها السياسية والتدخل بالشأن العراقي الذي كان واضحا داخل قبة البرلمان وما يؤسف عليه ان ساسة العراق يصدون ما السامعهم عن الاصوات الوطنية التي تعبر عنها انتفاضة تشرين الباسلة بشبابها وتضحيتها الكبيرة في ضرورة اقامة حكومة وحدة وطنية وبناء الدولة المواطنة دولة العدل والمساواة وتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية وعدم الانجرار وراء القتلة التي تتجاهل الصوت الوطني للملايين الذين يطالبون بسيادة حقيقية وليس تبعية مرهونة بايران او امريكا او غيرهم من الدول مهما كانت مسمياتها عاش العراق حرا مستقلا بسيادة مهابة وغير منقوصة عاش جيش العراق العظيم وقواته الامنية الباسلة عاشت انتفاضة تشرين المضفرة والمجد والخلود لشهداء العراق الاستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية